مضيوفنا رح يتحدثوا عن موضوع الزهايمر معنا حمزة النورية رئيس المؤسس لجمعية العون لرعاية برضا الزهايمر ورئيس اللجنة العلمية أهلا وسهلا فيك وأيضا دكتور نادر أسمادي اختصاصي أول أراض نفسية وعضو مؤسس في الجمعية جمعية العون وأيضا رئيس اللجنة العلمية في جمعية الأطباء النفسيين أهلا وسهلا فيكم صباحكم خير وموضوع مهم جدا وحساس ومنتشر حقيقة سعد صباحكم فسن مباكر صباح الخير ويسعد صباحكم جميعا والمشاهدين إن شاء الله أهلا وسهلا فيكم نورتونا دكتور نادر بما أنه بعد بكرة الاحتفال أو اليوم العالمي لمرض الزهايمر خلينا بالبداية نعرف عنها المرض حقيقة الدمنشيا بشكل عام أو الخرف هي نوع من أو أمبريلا حولها تحت أمراض كثيرة 60% من الأمراض اللي من ضمن الدمنشيا هم الزهايمر وفيه عندنا أنواع أخرى زي الخرف الوعائي أو الفاسكولار دمنشيا وفيه عندنا لوي بادي دمنشيا وفيه عندنا أنواع نادرة أكثر موجودة كمان وكل هاي الأمراض تشترك بصراحة بمجموعة أعراض متشابهة الأعراض اللي بتخص الدمنشيا هي بتشمل الكوغنيشن أو الوعي الشخص أو إدراكه والسلوك والشخصية فهدول الأشياء الثلاث ممكن يحصل فيهم اضطرابات وبمجملهم منطلع بشيء اسمه الديمنشيا أو الزهايمر المشكلة بألزهايمر أنه يعني فيه موروث أو فيه ثقافة اجتماعية أنه كل من تقدم بالعمر ممكن يبلش ينسى أو يعني تظهر عنده هذه الأعراض وبالتالي وعم بيصيب أعمار أصغر بكتير نعم يعني 40 45 50 نعم الدمنشيا أو الخرف الزهايمر ممكن يصيب كل الأعمار لكنه أكبر ريسك فاكتور إلو أو عامل خطر هو التقدم بالعمر لكن اللي لازم نعرفه أنه لا يعني أنه كل من تقدم بالعمر يجب أن يصاب بالدمنشيا يعني دكتور جداتنا ما شاء الله بتذكروا تفاصيل كثير صغيرة نعم بينما إحنا الجيل مننسى تصير معنا شغلات يعني لهذا النسيان اللي ممكن يحصل قد يكون إلو أسباب كثيرة طبيعا ممكن أحيانا قلة التركيز أو نقص التركيز طبيعة الحياة طبيعة الحياة لكنه هاي الأعراض اللي ممكن تشبه الدمنشيا ما بتكون مؤثرة على الحياة العامة صح فبالتالي لا تعتبر من الخرق مع الشرعات مع هلأ أعراض الخرف لازم تكون تأثر على الحياة اليومية للشخص بحيث أنه الشخص مثلا في بدايات الخرف منلاحظ أنه فيه نسيان وهذا النسيان ببدأ يأثر على الحياة اليومية للشخص منلاحظ أنه في بداية الخرف الشخص بيكون مشوش في الأماكن اللي كان أصلا هو متعود عليها أو فاميليا رمحها كذلك منلاحظ أنه الشخص في بداية الدمنشيا ممكن يكون تزيد العصبية عنده والعصبية غالبا في بداية الدمنشيا بيكون سببها أنه الشخص ما زال مدرك للأشياء التي تصير معه يعني مدرك أنه بطل نعم مدرك أنه أنا مثلا ليش فقدت الكلمات هاي اللي كنت بعرفها أو مين فلان أو مع مين عمبت عامل نعم كذلك في بداية الدمنشيا بيصير التواصل الشخص في شوية صعوبة لأنه الشخص يفقد مسميات بعض الأشياء ومع الوقت طبعا توجه الشخص بيبدأ يتأثر والتوجه بنقصد فيه اللي هو معرفة الزمان والمكان والأشخاص فهذا بيبدأ يتأثر مع تطور المرض طبعا دمنشيا بشكل عام هي مرض دماغي مزمن مترقي يعني بمعنى أنه بيبدأ شوي شوي وبيصير يزداد طيب دكتور اسمح لنا ننتقل لحمزة حمزة مجهود كثير مهم وجبار اللي عملته بس أول شيء قولي كيف طرقت لك فكرة تشكيل هاي الجمعية اجتلي الفكرة لسبب شخصي هو عائلي أحد أفراد الأسرة نصاب بالمرض بسن جدا مبكر وحبيت أني مش بس أكون أول واحد بس أني أفكر بالمرض أكتر وأنه ينعمل إشي لأنه مش معمول هذا الإشي كمراكز صحية في زهايمر في الأردن متخصصة بمرض الزهايمر في الأردن أدي كان العمر المبكر حمزة؟ يعني عم نحكي بين 45 و 50 سنة تقريبا وفكرت تعمل جمعية لحتى تساعد مرضى الزهايمر مئة بالمئة على عمر 15-16 سنة برافو برافو طيب دكتور يعني أنا حكيت في البداية أنه بدي أروح على يعني أرجع شوي على الكوفيد وعلى الكورونا سمعنا يعني كل يوم نسمع إشي جديد عن موضوع الكورونا وآثاره من ضمن هاي الأشياء كانت موضوع الزهايمر وخاصة يمكن يكون الكورونا بيأثر أكتر على كبار السن في موضوع الزهايمر أديش حقيقي هذا الكلام أديش لمستوه على أرض الواقع وأديش الدراسات العلمية تثبت ذلك حقيقة يعني من المبكر أنه نربط بشكل مباشر مئة بالمئة ما بين الزهايمر وكوفيد 19 لأنه زي ما تفضلت فيه دراسات كثير حاليا وأنا من فترة اطلعت على دراسة من بريطانيا أنه يسبب ضبابية نعم الكوفيد 19 يعني ثابت العلاقة المباشرة لكوفيد وما حول كوفيد بصراحة بظهور الأنجزياتي أو القلق والدبرشن وقلة النوم مثلا الإنسومنيا وفي بعض الدراسات حاليا بدأت تربط ما بين الكوغنيتف امبيرمنت أو اللي هو يعني الضعف في الإدراك والكوفيد 19 هلأ ممكن يكون فيه أشياء غير مباشرة كمان من تأثيرات المرض نفسه لكوفيد خاصة إذا دخل الشخص بمرحلة شديدة ممكن يكون تأثير نقص الأكسجين وكذا ممكن يكون له علاقة لكن يعني أعتقد أن المبكر أنه نربط ربط مباشر ما بين كوفيد 19 والالزهايمر لكن مثلا في عندنا شيء يسمى ديليريم كمان هو عبارة عن قصور بالدماغ ولكنه قصور حاد ممكن تظهر أعراض يجب تفريقها عن الدمينشيب صراحة طيب دكتور بدي أنتقل لحمزة بدنا تحكينا عن جمعية العون عرفنا أكتر عها الجمعية وكيف يقدروا الأشخاص ينضموا لأي لكم تأسس الجمعية في 2020 بشهر أيلول وهو الشهر العالمي لمرض الألزهايمرز بهدف كلنا طبعا كلنا آياتنا متطوعين بهدف نشر الوعية وزيادة الوعي في الأردن الناس اللي بقدروا ينضموا إلى الجمعية إنهم أول شيء يكون عمرهم 18 وفوق يكون عندهم عدم محكومية أهم شيء ويكون فيه أكيد عنه ندخاء ناهوية ويدفعوا رسوم الاشتراك والانتساب للجمعية وأهم شيء يكون عضو فعال في الجمعية يأتي تشتغل من قلبه ويعطي من قلبه طبعا حلو أن الواحد يقدم الدعم إذا بدك المعنوي لكن على أرض الواقع ودائما إحنا عشان ما نكون بس نحكي كلام جميل بدنا نسأل عن الخدمات التي تقدم لمرض الألزهايمر ولي ذويهم لأنه بنسبة عن حالات صعبة جدا وصعبة التعامل ويسبب مشكلة فعلا داخل الأسرة ومن الصعوبة أيضا أنه تتخلى الأسرة عن هذا المريض لأنه جزء منها مش معقول يعني لما يمرض نتخلى عنه ولما يكون بصحته يكون معه حقيقة يعني ممكن هون نحكي إحنا عن التأثيرات أو الإمباكت للديمنشيا على المجتمع بشكل عام وعلى الكيرجيفرز أو الأشخاص اللي قائمين على رعاية المريض بشكل خاص حقيقة صندوق النقد الدولي بقدر أنه التكاليف أو الكوست للديمنشيا عالميا بشكل مباشر أو غير مباشر يتجاوز ثمن مليارات سنويا ثمن مليارات دولار سنويا منظمة الصحة العالمية تقريبا من عدة سنوات من 2018 بدأت بلفت انتباه دول العالم لهالمرض هذا لأنه هذا المرض في تزايد يعني إذا أخذنا بالوقت الحالي في عندنا أكثر من خمسين مليون شخص مصاب بالديمنشيا حول العالم ستين بالمئة من هذا الرقم قد يكون في الدول اللي هي الفقيرة أو المتوسطة الدخل فيه إحصائية في الأردن؟ إحصائيات عندنا في الأردن ما فيه لكن ممكن إحنا نعرف إحصائيات هي قد تكون متوفرة بكل قطاع لأنه إحنا اللي بقدم الخدمات للمرضى زي ما أنتم عارفين وزارة الصحة الخدمات الطبية والقطاع الخاص فقد يكون بكل جهة من هذه الجهات فيه إحصائيات لكن إحنا بحاجة إلى نوع من التعاون بحيث يكون فيه ناشنال ريجستريشن أو سجل عام للأمراض لو أخذنا مثلا الإحصاء السكاني اللي تم في نهاية 2015 ونشر في بداية 2016 فكان عدد المواطنين اللي أكثر من 65 سنة واللي هم المستهدف الأكبر للديمنشيا كان عددهم تقريبا بحدود 370 ألف نسمة اللي هم 3.7 من عدد السكان هذا إذا افترضنا أننا حاليا هذول المجمل ليس المصابين لا لا هذول المعرضين هلأ المصابين يعني بناء على الإحصائيات العالمية وعدد السكان عندنا في الأردن يعني بحدود إلى 20 ألف 20 إلى 22 ألف هل يصيب الرجال أكثر أم السيدات؟ الزهايمر يصيب السيدات أكثر يصيب السيدات أكثر طبعا ليه ليه فيس أسباب أكيدة هلأ ما يعني ما فيس عدنا ما مننسى شغلات من 10 سنين تفاصيل صغيرة هو إحصائيا الزهايمر يعني بصيب السيدات أكثر من الرجال لكن النسبة يعني مش هي مش دبل يعني هي أول موست طب شو سبب الأساسي دكتور هلأ الريسك فاكتورز أو العوامل الخطورة المحيطة بمرض الديمنشيا هي التقدم بالعمر ولكن لازم نلفت الانتباه أنه ليس كل من تقدم بالعمر يجب أن يصاب بالديمنشيا وبالتالي هذه الفكرة الموجودة في المجتمع لازم تتغير لماذا؟ لأنه عادة لما تبدأ الأعراض اللي حكينا عنها في البداية تظهر عند حدا كبير بالعمر ممكن ما يأخذوا ويراجعوا فيه طبيب على أساس أنه هذه جزء من التقدم بالعمر طبعا دكتور فلازم ننفي هنا أو بالأحرى نثبت معلومة عند الناس أنه الديمنشيا هو مرض دماغي وليس جزء من التقدم بالعمر ولكن دكتور مهم جدا أنه نشير أنه للآن رغم تعدد الدراسات وأهمية المرض وحيرة العلم فيه لأنه لا يوجد علاج واضح وما يوجد مسببات واضحة ومن هنا أنت إلا حمزة حمزة احكي لي على أرض الواقع ماذا فعلتهم لمرضاء الزهايمر وذويهم كيف سعدتهم شو قدمتوا لهم قبل أن نتطرح لهذا الموضوع بس جغلي حابب أقولها على شاشتكم أنه واحد اثنين ثلاثة كل ثلاث ثواني شخص ينصاب بمرض الخرف عالميا كل ثلاث ثواني في عنا حالة عالميا الآن اللي منقدمهم لل الجمعية اللي منقدمهم للجمعية للمرضاء أولى ذويهم أنه في عنا جروب خدمة على الواتساب اسمها لفد وونز والديمنشا هي عبارة عن خلينا نقول مجتمع حوالي 150 شخص ونحن نقول لهم عند أي دكتور يروحوا عند أي إعلاج طبيعي يروحوا في عنا كمان دكاترة موجودين في تجارب صابقة فلو عنا شخص دخل جديد يعرفوا كيف يتعاملوا معه وفي عنا كمان برامج تدريبية من خلال برنامج عني من الجمعية اسمه كيف تتعامل مريد كيف تحكي معه حمزة احكي عن تجربتك الشخصية لما اكتشفت أنه حدا بالعالة انصاب بهذا المرض ايش الخطوات اللي قمتوا فيها كيف تتعاملتوا معها ايش عملتوا فبالبداية ما كنا عارفين ايش هو المرض ما عمره مر علينا كانت أول حالة نادرة الأول بناس بيحكوا انه وراثي صح وراثي بس مش عند كل حدا وراثي اول شي عملنا انه عملنا ريسورتش عنه عملنا بحوث عنه وبعدين طلعنا بره البلد وشفنا وين في ايش من الدكاتر الموجودين خارج الأردن لنقدر نعرف ايش منقدر نساوي كيف منقدر نتعامل مع المرض اكتر واكتر اكتر بنهاية لقاءنا من نتشكركم لانه جهودكم مهمة وجبارة بهذا الموضوع وفعلا احنا بحاجة انه انواعي ونهتم بنفس الوقت بالمرضى بس بدي كلمة انا ما بعرف اذا اياد دكتور او حمز اللي بحب انه يتوجه للناس اللي عندها مريض الزهايمر وخلق هدية ومش قادرة تتحمله اوكي حقيقة يعني يمكن هذا كمان احد اهداف الجمعية انه ننشر الوعي بين الناس بصراحة عن المرض هذا اللي هو الدمينشيا وبهمنا بالاساس انه يحيوا هدول الناس اللي اصيبوا بمرض الدمينشيا بكرامة بقية حياتهم وبهمنا كثير نعتني بالكيرجيفرز او الناس اللي بيعتنوا بالمريض لانه حقيقة معظم عبء مرضى الدمينشيا في الدول الفقيرة ومتوسطة الدخل هو على ذوي المرضى فبالتالي دوي المرضى معرضين للانهاك للتعب طبعا فبالتالي منعلمهم كيف قسم العمل بين بعض بهمنا كمان يكون فيه نوع من الدعم الاقتصادي لهالذول الناس لانه مرضى الدمينشيا والمراحلة الاخيرة فيه لهم كوست اقتصادي بدهم أدوية بدهم مستلزمات حياة عامة فبهمنا كمان بكل وقت نعتني بالشخص اللي بيعتني بالمريض لانه ممكن يدخل بدبرشا وبالتالي يصير غير قادر على تقديم الخدمة نفسيا صعبة يعني لما الواحد يوعى على الحياة مثلا والدته أو والده فجأة بطل متذكره يعني فمش اشي سهل أبدا احنا نتشكر وجودكم شكرا للكم شكرا لإلك حمزة وشكرا لإلك الله أعطيك وعافية وعافية وإحضاء سهلة فيكم شكرا شكرا